جوزاف أبو فاضل خليني يكون صريح يعني جوزاف أبو فاضل بدي يكون صريح كل عالم تعرفني صريح صريح وواضح يعني الرجل الأكثر إثارة للجدل بمواقفه وتصريحاته النارية واللذعة التي ألهابت الرأي العام اللبناني يصفه اللبنانيون بصاحب اللسان الصليط ويلي ما عنده شيء مخبط الأولى بيكون صراحة ما هي أبرز الملفات التي تحدث عنها وماذا كشف في خبايا العام السياسية أبو فاضل تحدث عن كل الملفات الرئاسية الأمنية الاقتصادية وكشف حقائق وتجاوزات عديدة نبدأ مع الملف التعجيزي والأكثر تعقيدة فكان لأبو فاضل معلومات كشفها إلى العلن وبشكل صريح نعى فيها مرارا وتكرارا تجاوز انتخاب الرئيس العتيد إلى أن يغيظ الله أمرا كان مفعولا في هذه الفترة القريبة ما فيه رئيس ما فيه حدا يبحث ما فيه رئيس ما فيه رئيس لأنه الرئيسة أصبحت صلة كاملة مع يد الجيش مع حكمية مصر في لبنان مع مليون اليوم اللي صاير بالبلد أنه لا مسؤول فيك تكمشية كلهم مخسفيين لا بس يوصل بوفاد بيختفوا كلهم لأنه وجد الشنطة محنش منهم مبين ما هو عملي صعبة أبو فهد فعلا هاك صير إجا طرح لهم مكرون رئيس جمهورية من 8 أدار ورئيس حكومة السعودية بتناقي قاموا جنوا جنونهم كلهم صووا ما قبلوا لأنه إسلامية فرنجية ابن الشمال ابن بشري ما بيقبل فيه وابن البطرون ما بيقبل فيه الاجتماعات اللي عم تحصل بين وزير جبران باسيل ووليد باك جملاط كل هدفها تطيير إسلامية فرنجية وجوزيف عون ومشال معوض والإتيان باسم يقدروا يعرف شو عظاهره وليس بوعك تيفو أما عن التوتر في الجنوب الحزب وأحداث القطاع فهنا كان الموقف غير المتوقع من أبو فاضل والذي جعله يتصدر الترنت في لبنان إسرائيل خلص شارلا بد منه وحطوه زرعه بالمنطقة ومن زمان من سنة 48 وهجروا الناس وقتلوهن وفجرون لهم بيوتهم وجوامعون وكنيسهم وعلنا جاي واحد من بولونيا يهودي بيجي عند فلسطيني شو ما كان تطيفته بيقوله أنا بني أخذ لك بيتك بيقوله كي بني أخذ لك بيتك شو قصك فيه بيقوله خاليني أنا أخذه عسو ما أخذه غير واحد يهودي جاي أنا بيهتملك فيه بكل وايحة فيه شيء سترواند لازم تشوفه الأقصى بالنسبة للمسلمين هو يعني مرجع رئيسي لألهم وعندما تصالي على الأقصى والقدس بتسقط كل المفاعل وكل رواند العملية اللي صارت بإسرائيل عملية يعني هاي تدرس من الجامعات الأمنية والعسكرية والمعاهد والكليات والصورة أنه 300 واحد يعني يعملوا عملية من هالنوع يفوتوا بين 35 و40 كيلومتر يجيبوا وبدوا أن يجيبوا ويفوتوا يعملوا عمليات بيضربوا كاميرات قبل يعني عملية مشغولة من سنة 2020 ومجبوب عليها مال كتير وبعدان اللي رايحين مؤمنين أنه هني ممكن يستشهدوا في سبيل هذه القضية يعني احنا عم نشوف ناس عملوا قضية بطولية انتحارية وفي وفي مبيلهم جايش يخشى منهم دائما ويخاف من عمليات الله بيخلص منهم كلهم بسنا عملية مانا سهلة يعني اللبنانيين الفاكريين أنه حزب الله بدي يعمل حرب يقرب البلد مش صحيح الكلام ننتقل إلى ملعب المحامي والمحلل السياسي وهو انتقاد المسيحيين والزعماء المسيحيين على رأسهم رئيس الطيار الوطني الحر جبران باسيل وأيضا رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل عون ثم أدل به أبو فاضل تجاوز حدود السياسة ووصل إلى أرويقة قصر بعبده والبلد عم يتدهور وعم يتصنزل في الخزينة تعمل مش هالعون هي الجمهورية اجه وقعد على الكرسي ونحن عدنا على الأرض أنا ما جاي يعني أحكي عن جبران باسيل لأنه خلص شدته من رأسي على المجموعات كله حقيقة ما يعني ما أسفي على الأيام اللي ساعدتم فيها طيلة 32 سنة وهو وعمه يعني فخامة الرئيس الجنرال ميشيل عون الزعيم المسيحي المشرقي بتبنى أنه زعامة ميشيل عون والهالة طبعا ميشيل عون كلها صباح والباور طبعا ميشيل عون حطوا بتصرف استمرارية جبران باسيل يعني مش أنه طيار وهذا كله حكي بماشي هذا فلسف هذا قديد كذبوا صلينا اليوم يفترض يفترض أنه خلص مرحلة الرئيس بشي العون وزير جبران باسيل مرحلة محروقة مهما يعمل لك وأنه اليوم عم ببرم بالبرلمان راح يعمل مخاضرة يحكين عن المسيحي واحد مسيحي داعي عن المسيحيين المشري ما أنت ما أتنين بالمسيحي وما جرينهم حبسينهم المشكلة عند الرئيس عون ما هو مستقبل النائب جبران باسيل هل العقوبات الأمريكية المحطوطة على بموضوع الفساد وماكناسكي وكذا يحاول الرئيس عون ربطه بموضوع المفاوضات مع الأمريكيين لأنه الحل بيضوا وحده وصفر ونائب باسيل إلى قطر يصب في هذه الخانة في خانة التفاوض مع الأمريكيين من أجل رفع لعقوبات عنه من خلال عبر القطريين أبو فاضل باح بما يدور في الكواليس السياسية وكذلك عرج على العلاقة بين الحزب والتيار ومرر سلسلة من الرسائل يعني أنا أنا أكيد مما أقول أنه حزب الله لا يسق بقى بجبران باسيل ولا برئيس عون أصلا أصلا الوزير باسيل بعت رسالة لحزب الله بعت رسالة قبل الانتخابات بأربع تيام نعم وقالهم فيها أنه أنا إذا بتمشوا بزياد بارود طير الجلسة وما يجبروني أقول مين وإشرح إذا بتمشوا بزياد بارود طير جلسة جاد أزعور آه أوكي أنا ما يجبروني أقول مين وكذا ما بدي أقول بس الوزير بسيل بيعلم أنه أنا بعرف بقم سامحة سيد حسن نصر الله ودي لعنده وفد من ثلاثة أشخاص من بيناتهم يمكن الحجوة في أسفان بيوصل لعن جبران وبيقول له بيقول له بيقول لك سامحة السيد حسن نصر الله نحنا ما بدنا حلفة بالأول إذا ما زعوش خلص خلص خلقنا نترك الشغل عروي وبلغ الاتفاق وبيوقفوا لي فلو بيركل جبران بيقول لهم لا لا مش هاك لص قالوا له هذا الموضوع ما بقى جيب بسيرته بقى تفاهم تفاهم من يومتعد تسمحتي بسيرت تفاهم هلأ فيه وفد من قبل سامحة السيد حسن نصر الله رايع لعن جبران شوف شو بدي يقول له يقول له كلاما كبيرا لأنه تبهدل السيد حسن وتبهدل مصدقيته وهو اللي رشح فلان وعلتان وتقل له انه انت مش على القدر والقيمة وانت ما عندك هيبة يعني ما فيه سلامافراجية تبهدل كمان عنده ناس فيك تقول انا ما بدي مش موافع علي بطريقة ما تهين الناس ما تبهدل الناس مش بطريقة سوقية ما فيك تقول له انت لابني فرنجية انت مين ما بتنقى وانا لاتوخزنا الكلمة مطرعا ما حطت صباتي أجلك ومش هيتي ما فينو حط طروسهم كلهم قرفت حرامية اف انا كافي مثل التلج اف اف روء روء ليش توترك لأنه أنا كل مرة نفس الحديث بحكوه معي ليش استفزيت يعني من هيدا الكلام لأنه مش بزبوط هالحكي لأنه أنا اللي حكيه أنا وياهون وأنا اللي مضح هدامهم وأنا المغفرال ما حدا عايم له ميدان آخر كان أبو فاضل لا يمزح به وبالوثائق والمستندات كشف عن سلسلة من التجاوزات وبالأسماء فرض الأوراق على الطاولة فجابها وواجه آخر يتفاعل وهو ما سمي بالفضيحة عبر تزوير وثائق ليتبين أن نقيب الأطباء البيطاريين في لبنان الحالي هو سوري الجنسي شيء أنه فيه إخراج آدم مزور على أساسه يعني سحصل على كل شيء ونتيجة هذا إخراج الآدم المزور قدر أدام وعمل نعيب للأطباء البيطاريين رزنمت الـ 2023 الحافلة سياسيا تطوي صفحاتها الأخيرة بمواقف سياسية شكلت نقطة تحول ومنعطفات على الواقع اللبناني المأذوم انعكست إما انفراجات أو انفجارات فماذا ستحمل للـ 2024 لنربط الأحزمة ونترقب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر